مسائل فل والهنة والسعادة والتوفيق والحب نساء كل حاجة حلوة عليكم رجعت لكم جاني بحلقة جديدة من برنامج عشها بسعادة فناني النهاردة كان بيقدمنا فن جميل جدا والحين محترمة جدا لسه هو موجود معنا وأغنيب نسمعها فناني النهاردة ابن برسعيد الفنان والسفير إبراهيم عبدالقادر أهلا وسهلا بحضرك يا أصلي أهلا بيكساته كل أهلا بحضرك شرفتني ونورتني ربني أعزك ونشرق برنامج عشها بسعادة النهاردة ده شرف لي يا فناني ربني أعزك احنا نطلع دوقتي هنعرف الفنان عندنا في البرنامج وهنرجع لكم رجع نالكو تاني برنامج عشها بسعادة مع الطراب الجميل والفن الأصيل فناننا الكبير أستاذ إبراهيم عبدالقادر أهلا بحضرتك كلنا أهلا بيكي مرسي قوي تاني الفترة ديت موجودين والله لا مش مختفي ولا حاجة بس احنا الحمد لله موجودين مع الدولة بس اختفيف عننا آه انت مع آه موجودين مع الدولة لأن عندما تستقيم الدولة يستقيم كل شيء فيها سعلا سعلا فالدولة أولا أنا في البداية بس عايز أقول ألف رحمة ونورة على كل شهدائنا شهدائك كوات المسلحة شهدائك الشرطة المواطنين اللي ضحوا بدمهم كل الصادقين اللي ضحوا بدماءهم من أجل صورتنا ومن أجل نحن نوصل للمحالة اللي احنا فيها من الاستقرار والنماء بقول سيادة الرئيس كل سنة وانت طيب وشعب مصر طيب فعلا احنا انتقلنا نقلة كبيرة في زمن قياسي مع سيادة الرئيس وده بصراحة تفرى ما حصلتش أبدا مع أي من تولى أمر مصر ودي يشهد عليها العالم مش المصريين كمان وما زال فيه نية الرئيس وقلب الرئيس انه يقدم المزيد والمزيد واحنا لازم نكون معاه فالفنان لازم يكون مع الدولة يعني أنا شرفني قوي انه نكون في الحملة الرئيسية بتاعت الرئيس الأولى والتانية شرفني قوي لانا كنت بخطب باسم مصر واسم الرئيس كفنان محب عاشق لبلده في لقصر مع عقامات أستاذ مصطفى باكري النائب سلمان واحدان في لقصر في برسعيد شوف بين المسلمين بلدي حبيبتي الحمد لله يعني في الاستاذ حملة مواطن في الغردقة فكنت مع الدولة فما كنتش غايب إزاي يكون غايب وانا بكون جزء بسيط جدا بابني في بلدي بس حضرتك اختفيت فنيا عننا فترة والله انا سبت رسالة مش اختفيت انا سبت رسالة فنية في فترة جميلة من الزمن الجميل محبتش ان انا ألوسها كان ممكن اعمل اغنية كده ممكن اعمل مهرجان مثلا يعني بس هل يصح ان انا اهين جمهوري واهين بلدي لا لا طبعا وهكسب منه ملايينة على فكرة الوقتي ترندات اغنية بتعمل ملايين حاجات كتير قوي يعني بس على حساب ايه على حساب بلدي على حساب الولادي على حساب سلوك الشباب على حساب تهزيب الشباب وإفساد الزوء والتدني مينفعش بس احنا تعودنا ان احنا نشوف حضرتها كل فترة وتانية بحاول اعمل اغنية كلمات جميلة وكلمات محترمة ربنا يا عزيك الحمد لله ربنا يا خليك جد وجودها يعني احنا مفتقدين للطرف ده الفترة دي بإذن الله يعني انا عملتي مش ما عملتش عملت عشان طيب عملت سلمول عليها عملت الي جاب كل اغنية سانة بقول للناس انا موجود وإنما تسعين في المية انا مع الدولة مع بلدي اللي بتتحارب من كل ناحية حدوديا بتتحارب سياسيا بتتحارب اقليميا بتتحارب ماينفعش الفنان الصادق لما البلد تحتاجه مش محتاج البلد تنديله هو اللي يجري معينا تليفون فضل العلاني من دوح موسى حضرتكم مصد مامدوه طبعا طبعا هلو 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 هيا يا فندم مساء الخير مساء النور ازاي حضراتك عاملية ازايك يا أستاذ ممضوح شرفتنا برنامج جعاشها بسعيدة يا ربنا خليك كلكو كل صانت وطيبين وانت بصحة وسلامة وأستاذ أستاذ إبراهيم منور حبيبي من زمن الجميل فنان أنا بحبه جدا ومحترم وكمان احنا نعتبر بلديات طبعا لأن أنا والدي من برسايد برسايد طبعا فإن شاء الله نشوفك إن شاء الله بقى نائب عن الدايرة بقى عندنا بقى إن شاء الله يا رب يا رب وبعدين أنت لسه بتقول دلوقتي أنا بعدت عن المجال ومش عاوز أعمل مهرجانات لأنت ممكن تعمل حاجات حلوة وتضيف للتاريخ اللي أنت عامله بإذن الله والناس حبات لغاية دلوقتي الحمد لله نعمة من عند ربنا أنا بس أخذينك وكلنا معاك كأرميين أعمل حاجة أعمل حاجة حتى المصر وكلنا هنبقى معاك عاملين بإذن الله أنا لسه بقوله برضي يا أستاذ ممضوح بقوله نفس الكلام بقوله فعلا محتاجين الألحان الجميلة والكلمات لا أستاذ بريم من الناس المحترمين طبعا وقراني جميلة جدا كلنا حبناها فإن شاء الله ألو إن شاء الله ألو مع حضرتك ألو أيوة مع حضرتك يا فنبي أنا أنا اللي عايز أشكرك يا أستاذ ممضوح يعني مكلمتك دي تاج على راسي إعلام كبير وأخه وعزيز ده شرف لي وتاج على راسي إنك تكلمني ربنا يا خليف إحنا أخوات إحنا أخوات وإن شاء الله مستنينك في عمل حلوة ومستنينك كمان تنزل في بورسعيد وتعمل شغل كلنا معاك إن شاء الله بإذن الله بإذن الله واتشرفنا بعد ربنا يا خليف بإذن الله شكرا يا سيد ممضوح شكرا شكرا مرسي قوي مرسي لاتصال حضرتك يا فنبي هو بس أخذ من حوار الأعلام الكبير طبعا مبدو حموسة بورسعيد يعني لو أنا بفكر في مصر طبعا لازم يبقى لي خير في بلدي طبعا طبعا فأنا بدأت من فترة كبيرة جدا من أول ما بقالي اسم له ثقل في مصر بدأت إن أنا أحب وأجري وراء خدمة بلدي يعني في مواقف كتيرة جدا يعني جايز الشباب بتوع بورسعيد حبيبي وصحابي وولادي ما عرفوهاش يعني يهمين اللي أنا أقول في حاجات كتير جدا اتعاملت هما كانوا لسه ما توالدوش حتى فأنا عايز أقول بصفتي لإني فيه لما بدأت أقول إن أنا برشح نفسي في بورسعيد فبيقولوا لي أنت قدمت إيه لبورسعيد هو طبعا من حقهم السؤال لأن هما ما كانوش موجودين في الفترة الزمنية دي إنما لأ قدمت كتير يا شباب بورسعيد ونفسي أقدم أكتر وأكتر النادي المصري في فترة كان فيه تنمية موارد النادي والحاج سيد متولي الله يرحمه طلبني وكنت أنا وإيمان البحر درويش والفنان حنان وعملنا حفلة كبيرة في الأستاذ عشان تنمية موارد النادي المصري اللي هو مصطفى صادق الله يرحمه لما يكلمني وقال لي احنا عايزين اجتغني في ابتتاح بطولة كاسة العالم الناشئين ثمانية وستين سبت كل شغلي وقعت في بورسعيد وستعرضات وقال لي أصلي فيه فلان طلب مبلغ كذا فنان يعني من بورسعيد وكذا وقال لي انت هجيبلك كلمات بس أو انا هجيبلك كلمات واسجلها في القاهرة وهجيلك قال لي وانت تقعد ويانا اسبوع وعلى دماغنا لا بورسعيد اي عيد قومي على طول لو انا مرة كنت في استراليا فكلموني طب انت هتيجي لعيد انا في استراليا اقسم بالله حاجات كان طيران حد واربع هرد على سؤال حضرتك لما هم بيقولك عملك ايه البورسعيد وهو اي فيه عضاء مجلس شعب كتيرة متواجدة ومبتعملش حاجة وبتفضل توعد بكتير انها تشغل ناس متوقفين على الشغل انها هتعمل انجازات للبلد وهو بتعملش حاجة هتفتحيني في حوار يعني خلينا ناخد تجربة بورسعيد ما احترامي لكل نواة طبعا ان انا اصدقائي وبحبهم وبعزهم وانا لن استطيع ولن ان انا اقل من امتهم ومن الدور اللي قاموا بيه في الفترة السابقة انما فعلا بورسعيد ما حسيتش والشارع حسب تغيير يعني احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا عندنا مشكلة الاسكان مشكلة طال انتظارها ثمان سنين عندنا فيه نسبة بطالة كبيرة جدا عندنا فيه سهلو طينا مشروع مهم جدا اتاخد هدية الرئيس للشباب فين هو يعني ناس في اسماعيلية تسلموه ناس في سيناس تسلموه طب بورسعيد فين طب بورسعيد فين من خيرها طب انا كبيرنامج انتخابي مثلا انا عايز اعمل ايه لبورسعيد نفس اعمل ايه؟ نفس احدد اولا هوية بورسعيد هنطور ونجمل فيها على اساس ايه؟ سياحة يبقى التطوير والتجميل والميزانية في اتجاه سياحة سياحة مصحوبة بالتجارة يبقى نبص لقانون منطقة الحرة ونطبق سياسة صح منظمة طب هنبص مثلا لو السياحة طب احنا عندنا ايه بورسعيد دي يخلي حد من اي محافظة تانية يجينا مفيش عندنا بحر عندنا بحر موقع استراتيجي قوي جدا قوي جدا القناة دي اللي بتوصل البحر الابد بالبحر الاحمر عندنا بحيرة عندنا بحر متوسط بطول اتناشر خمستاشر كيلو كله شكل واحد اه حصل تطوير بس كل التطوير لما يكون شكل واحد ماينفعش فين شلاهات زي شلاهات المعمورة على الشطر فين اه لما بيجي حد بورسعيد مفيش الفنادي اللي ممكن تستوعب زيارات جروبات او كده عايزين نعمل مهرجان ليه بورسعيد بتحطش في مهرجان سياحة عالمي العالم كله زي الاسماعيلية سياة المحافظ الله يمسيب الخير ويديله صحة عبدالمنى معمارة ووزير الشباب ورياضة الثابت وضع اسماعيلية على الخريطة السياحية العالمية ايه وصحة مع احترامي الاسماعيلية جميلة والبلد دي لا فضل علي اما كنت في الجامعة وكل حاجة وشعبها له فضل علي انما انا بتتلم ان المقومات بورسعيد تزيد عن الاسماعيلية تمام فيها تاريخ فيها حروب فيها بطولات فيها ممكن تتتكلم عنها بحاجات كتير اوي قوي جدا اخد بالك ازاي مرجان للشراء مارェجان للخوت فيها أيضا اكوا برد عشاننا ما نجي نتكلم شركة سياحة موجودة في القاهره سياحة هتجيب اللي شغل التجارة هتلاقي بتاع الحنطول لو تعرفي اسم الحنطول يعني موجود عندنا هيشتغل بتاع الدورة وبتاع اللب هيشتغل التجاري تخش الوقت تلاقي أجمل بضاقة موجودة إنه ما مفيش حد بيجي يشتري ليه؟ هو للسبب ليه ملعبناش على البلد من زمان ولو كان الأعضاء المحترمين اللي كانوا موجودين لو كانوا وأنا كنت حتى مع يعني جايزة مبارحة اللي قادة كنت مع النائب المحترم محمود حسين أنا أقوله ليه يعني بعد التناحر وبعد المنافسة وكده أوكي تمام بقنا خمسة خمس نواب ليه ما تبنتوش ورقة عمل واحدة لكل مشاكل برسعيد كان أربع مشاكل أو خمس مشاكل خلصهم في خمس سنين يعني ليه؟ يعني مع طبعا يعني سيدة المحافظ كسلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسيدة المحافظ من أبناء برسعيد يعني وعمل أعمال لبرسعيد آه طور طور وعمل طرق وبعد الطرق وعمل تفرق في الإسكان شوية إنما إسكان متبقي تعاوني واجتماعي بمراحل كتيرة إسكان تعاوني أو اجتماعي لما إسكان تعاوني أنا عارف النشائية أخذها بعد سنتين وعارف إنها داخل حدود برسعيد أجل استلمها ألاقي ورق مش موجود ومرفوض أو أجل استلمها ألاقي نفسي لأ إنت الإسكان التعاوني اتحول بره بره برسعيد في شرق طب إزاي؟ وبعد كم سنة؟ يعني كان لازم حاجات كتير جدا بسيطة بديهية كانت برسعيد هتبقى ما عندهاش مشاكل عندنا حقل ظهر طب ما تبنناش ليه إن إحنا نجيب فرع الكلية بترول وتعديم عشان يطلع خارجين من برسعيد مهندسين بترول يشتغلوا مع القوامات الموجودة حاليا ويأخذوا منهم الخبرة والإنتداب يروح المكان المنتدب منه ويبقى أهل برسعيد ما بقوش يعني وفيه كوادر متعلمة درسة عشان مشروع كبير من الصغير تمام؟ عندنا استصمار عندنا مصانع استصمار كتيرة جدا وجميلة طب آه ما عندناش عمالة مدربة ما نعمل عمالة مدربة ما نربط التعليم والتعليم الصناعي والتعليم الفني بالمصانع فيه وظائف تنفع لرجال ووظائف تنبع لسيدات وفيه كتير مشروع تمام؟ فبالتالي التعليم هيفيد يطلع يلاقي المصنع بتاعه وفي الصيف يتدرب في المصنع أصبحت الميكانة اللي بيتدرب عليها نظريا وعمليا في الدراسة هيلقى نفس الماكنة موجودة عنده فيه تناصر فيه تنصيق ليه ما اجتمعتش السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية كنواب وحطوا ورقة عمل وكلهم من برسعيد وعلى رسول مسيادة المحافظ اللي وقع عادل الغضبان برسعيدي الأصل تمام؟ فبالتالي ما كانش يحصل فيه مشاكل ليه صبرنا خمس سنين ده اللي منزلني ده اللي خلاني أتكلم إن شاء الله ربنا يوفا آه يعني ده اللي خلاني أتكلم عن برسعيد وأنا أكسم بالله الناس تقول لي يعني أنت فنان وكده هل عندك دراية؟ قديني قلتلكم قديني بكلمكم أنا بكلم جمهور برسعيد وأهلي وبلدي بقول لهم أنا مش طمعان في حاجة مش طمعان في شهرة مش طمعان في شهرة شبعت منها وشبعت من حب الناس وما زلت نفسي في شهرة تكسبني حب الناس أكتر آه يعني الفنان ده وجهة لما ينجح لما يخش المجلس هتلاقي كل النواب يرحبوا به هتلاقيه له تعرفة الفنان له طبيعة كده في أي وسط سياسي الكل بيحبه خصوصا لما يكون مقدم رسالة محترمة أحسن من أبو فلانة وأبو فلان داخل المجلس ولو عارف المنصة من السوري أنا بتكلم بحب ومش طمعان في حاجة أنا حققته كل حاجة اه اتفضأ لي معين رجل الأعمال وأستاذ محمد الجعفري معين اه اهلو السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. ازايك ازايك ازاي محمد. ازاي حضرتك. انا 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 اهلم بك يا استاذ. اهلم بك يا استاذ اهلم بك يا استاذنا او حبيبي. وطبعا انا هو فغينا طبعا ان نتكلم عنه كفنان لكن انا. انا حابب ان اتكلم انه متواجد دلوقتي في مع الناس وبورصايد في كل مشاكلها الحمد لله يا رب وتقريبا يعني هو ملم في كل مشاكل برسعيد من منطقة الحرة والجمارك والبطالة وحشش بكل الناشر اللي موجودة لان هو ابني برسعيد فعلا انا بشكرك جدا حاج محمد وبناشد والله عن طريق حضرتك وعن طريق البرنامج المحترم اللي ناليا الشرف لان اكون فيه انا بناشد اهل برسعيد والله ما طمعان في حاجة والله ما طمعان اللي ان اخدم بلدي زي ما انا فرحت برسالة الفنية نفس افرح واشوف كل برسعيد مبسوط ومتهني الاقي كل شباب منتمي مزعلان بيقوم الصبح يشتغل ما يقعدش على القهوة لاني انا عايز اشغله وعايز الامن يطلع من جوة الشباب هم اللي يحافظوا على البلد هم اللي هيدفعوا عنها لان هم اللي يستلموا الراية من بعدنا نفس اكون مثل محترم زي القامات اللي مسكت المجلس نواب عن برسعيد السابقين انا طمعان في حب بلدي في خدمة بلدي مش طمعان في منصب والله ما طمعان في منصب اكسم بالله يا برسعادية انا ما طمعان في منصب بس انا حاسس ببلدي اوى يا صد محمد باغنية البرسعيد بومنات بالتاتين يونيو واللي انت صرعت اللي في مصر هنقول انا نفس اقول يا برسعيد يا برسعيد يا بلدي انا جايلك من بعيد لك لما ناخد و ندي لشو عمل الله عليك الله عليك فعلا حرمنا من الصوت الجميل ده جميل فعلا والله يا سيد محمد بصراحة احنا مفتقدين الفن الجميل وبصراحة ان شاء الله بإذن الله ربنا هيوفقه ربنا هيوفقه وبهنيك على البرنامج وعلى ال هو يستاهل كل خير جميل اللي موجود بها حضرتك الله يسعليك يا سيد محمد انا شاكل فضلك وبشكر كل الاسر اللي انا بنشدها انها توقف مع تغيير واختيار الصالح بعيدة عن اللعبة الانتخابية اللي احنا مش حابينها اللي وصلت برسعيد للمكانة صعبة جدا والناس بتقن و ان شاء الله هترجع احسن من الاول ان شاء الله والشباب الشباب يعني انا بيسمع لها شباب جدا و نفسي انا لو لقيت حد ياخد مكاني حتى لو نجحت اتنازله عن مقعدي وعن الوزيشن اللي خدته قاعده ولو ربنا قرمني ولو كان هيخدم احسن مني انا هتنازل وضح بس هو زعلي 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 شوية من بعض الناس في برسعيد وجايزهم لهم الحق ولهم السبب اللي ممكن عذورهم اللي يقولك انتا جاي تغني علينا مثلا او تغني لا يا حبيبي والله العظيم انا ما جاي غني عليك انا غنيك كتير وقدمت السالة محترمة بس لو اغني سياسة واغني ان انا اخدمك يا ابني المحترم هبقى سعيد جدا والحمد لله انا شبعان قوي وعايش بما يرد الله ولا املك يعني حتى لو بكلم سيادة المحافظ وان انا بعتزله على الهوى لو كنت احتديت وحاجات كده بس من حب البلدي من حب البلدي واقتناع ان بلدي على الرغم من انها تملك كل مقاومات النجاح وانها ممكن تكون في العلالي قوي بموقعها الاستراتيجي وعايز اشكر هنا سيادة الرئيس بنظرته الصاقبة والاستراتيجية اللي حقق فيها بنية تحتية لم تحدث شو برسعيد لم تحدث في برسعيد من محاور وانفاء وطرق ومصانع والقناة والافتاح الجديد للقناة وحق لظهر والاكتشافات اللي جاية كمان برسعيد فيها خير بس اتمنى ان الاخير ده زي ما هيعم على مصر وده الاساس يعم على البطالة والقضاء عليها تشغيل الاسواء اللي في برسعيد الناس الغلابة اللي عندها اقصاد مشكلة الاسكان يعني افرزت حالات من الطلاق والانفصال والتفكك الاسري تفكك الاسري حصل في برسعيد يا جماعة انا ما بقولش ان المحافظ هو المسؤول عن الاسكان ولا بقول الدولة ولا بقول ولا بقول بس بقول يريد كلنا نتكاتف عشان اش معنى برسعيد هي الوحيدة للمشكلة الاسكان ما تحلتش فيها ما عرفش هل هي من البنوك الداعمة هل هي من هيئة المجتمعات العمرانية هل هي سياسة دولة مؤقتة لإيجاد ميزانية معينة بس يا جماعة ثمان سنين كتير قوي ويريد زي ما قال سيادة الرئيس احترموا التعاقد مع المواطن سيادة الرئيس في كل اللقاءات بيقول احترموا التعاقد مع المواطن اللي كشاك اللي بتتهدي بتتهدي ليه عشان التطوري وتجميل يبقى انا بطور وبجمل وبجمل الجماد فقابها صوره وبقهر المواطن وصاحب الكشك لما البردوزة يعد على كشك ويهدمه طب سيب له الكشك يبقى مستعمل طب وجد له البديل يصبر شهرين وجده البديل عندنا حضوكة فريال المحافظة عاملها على اكمل وجه محترمة طب يا سيدة المحافظة انا بستأذنك الشباب حط لهم الليكشات بتاعتها بعد 3-4 شهر يصبروا عليهم بس الكشك الواحد عليه وردية 3 أفراد 3 شباب بياخد ميزانية صغيرة على مرتب عشان يفعل ايجار 1700 ولا 2000 ولا حطوهم بقى جوه كشك تحيى مصر كشك بزوء وبلون يتناسب مع الديزاين بتاع الحديقة يبقى احنا طورنا الجماد وطورنا وحافظنا على الشباب الشباب اللي هو الرئيس بينادي بيهم اللي الرئيس بيعمل لهم مؤتمرات كل سنة وبيجيبهم من كل أنحاء العالم ومن أفريقيا يعني أنا نفسي رسالة توصل لأهلي بورسعيد احنا عايزينك وتجاهزونا أغنية أستاذ إبراهيم يا بورسعيد يا بورسعيد يا بلدي الوغنية دي بقى لها 30 سنة تجاهزوها هما بيجاهزوها شباب جهور حضرتك بصراحة يعني ان شاء الله ربنا يوفقك وهتقدر تخل من البلد وتقدر تعمل كل نفسك في مدام أنت واصلت خير من البلد أنا نفسي بقول بقول لي كل البورسعيدية ما تخلوش اللي فات يطير الناس الصدقة لأن في ناس تقول لي هو أنت أنا بقول لك اللي بيحصل يعني ما عرفش ده بورسعيدة ولا مش بورسعيدة يعني هو أنت جيت غاية تغنى علينا هو أنت فلست وجيت تدفع بفلوس المجلس لا يا سيدي والله العظيم أنا مبسوط وربنا كريمين ومش محتاج حاجة ومش محتاج شهرة ولا محتاج نجاح ولا محتاج أي حاجة أنا لو عملتم هارجان ولا اثنين ولا ثلاثة وعمر ما هعمل ده هكسب ملايين مش هيديهم للمجلس أنا بقول لكم أنا جاي أخدم أكسم بالله بصد وبحب واحترام هنتلع فاصل وهنرجع لكم تاني يلا بي رجعنا لكم تاني في برنامج عايشة متعادة مع فنانك الجميل أستاذ براهيم أهلا وسهلا حضرتك أهلا بيك هنرجع على موضوعنا موضوع يبرنا مين حضرتك ايه المشاكل اللي ممكن تدخل في تشارك أهل بلدك في حلها لو حضرتك نجحت أولا مشكلة الإنسان هي اللي طفي على السطح جدا أو أي أسباب معطلة الإسكان في برسايد بالتوافق والتنصيق مع السطح المحافظ مع الإخوة اللي ربنا يكرموا من جاهم كنواب تبقى ورقة عمل سبتين عليها عشان نخلص موضوع الإسكان لأنه موضوع كبير قوي وإسكان تعاوني بمراحل أولى وثانية وثالثة واجتماعي وتسعة تلاف في الشرط وفي السلام يعني كل المشاريعين تمام؟ وجانب كل ده تم سطح المحافظ في عهده تم إسكان ناس ده حقيقة ما ننكرهاش وبرضو عايزين نعترف أن حيز برسايد من الأرض حيز بسيط فإحنا بدأنا نطلع برا الحدود لأن برسايد عبارة عن جزيرة محاصرة بحيرة المنزلة والبحر والقناة إذا مشكلة الإسكان لازم تزلل كل العواقب وكل العقبات عشان تحلل أول حاجة تاني حاجة نحدد هوية البلد صح وأنا شايف من رؤيتي أنا كابن من برسايد هي بلد تجارية سياحية صناعية فالتطوير والتجميل والدعم كله هيبقى للثلاثة دول لو شغلنا التجارة السياحة هتشتغل التجارة بالضبط ولو شغلنا الصناعة هتشتغلك التجارة طب الصناعة والتجارة اشتغلهم يبقى هتشتغل السياحة يبقى إذا كل بيت كل فرد من أبناء برسايد هيبقى مرضي وشغال ونركز على الشباب وتشغلهم وإشغالهم نشغل الشباب لو سبنا الشباب ممكن يروح في حتة أحنا مش عايزنا تمام؟ يبقى إذا دي تاني مشكلة ثالث مشكلة فعلا مشروع سهل التينة ده مهم جدا ودي هدية من السيد الرئيس لماذا توقف؟ انت عارف حصل إيه في مدوع سهل التينة؟ الطلب منهم أولا يتنزلوا عن شغلهم يتنزلوا عن أي استدانة من بنوك يسددوها ما يشتغلوش خالص يعملوا كل الأوراق المطوبة الأمنية وحصل تغيير في الشروط مرتين وعملوا ده وجابوا الأوراق وعملوا وفضلوا مستنيين في الآخر قالوا لهم المشروع مش موجود خلاص أنا مش فاهم ولو شايف لشباب والله ما أعرف والله ما أعرف بس أعرف إن دي في الأساس الرئيس لما بيقول كلمة بينافزها ولما يكون هدية من سيدة الرئيس لشباب بورسعيد يبقى تنافز بتمنى إن التعامل ربنا سألو يكون قانون محليات يبدأ ينزل وفي طبعا استحقاق مجلس الشورى الشيوخ اللي جاي بعد كده مجلس النواب أتمنى بعدها على طول يكون الإدارات المحلية والمجلس المحلية لأن أساس المشاكل في مصر هي المحليات الرئيس النهاردة وأنا جاي في العربية أصدر قرار بإن يحاسب ويعاقب كل رئيس حي أصدر أوامر بناء دون الموافقة الأمنية والاستفائية لشروط هذا البناء لأن طبعا حصل طفرة في البناء الفطر اللي فاتت وأبراجة هاتت أنا عايز أقول حاجة كمان أسفا معنا المستشار محمد الجندي أه أهلي وسهلا ألو ألو أيوة ألو أيوة معي المستشار أهلا بحضرتك أهلا بيجي يا فندم أهلا بحضرتك معنا الفنين إبراهيم عبدالقادر طبعا رجل جميل جميل إبراهيم عبدالقادر جميل ربنا يخلي معيك يا سيد المستشار حد من الناس الوطنيين المحترمين سهلا اللي تفضلي سهلا أقول لحضرتك سهلا إن هو يساعد الناس دي حكته إنه يساعد الناس دي ملكته ملكته أدواته ربنا يعني وربنا يوفقه يا رب ما تحريمش منك وشهادة جميلة من قامة وقامة سيد المستشار والله ده 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 بجد إبراهيم عبدالقادر إنت تعودت تسعد الناس وتبسط الناس إنت ببور صعيدة أنا مش يعني اللي يسعد زيك كده ويجري يتقى عنده بطاقة يجري عليها بساعة الملابس دي بطاقة استراضية يبقى عنده كوشك يبقى عنده ملابس محل ملابس يبقى عنده مش عارف كفيه أحد حاجة يجري وراه عشان يبقى مصلحته إنت مالكش مصلحت حاجة عرفت المعلومات دمين يا سيدة المستشار وأنا يعجبني الشخص اللي بيحارب الناس وهي قاعدة على الحصان إنت بتحارب راجل قاعدة على الحصان مش عايزين نقول أسماء يعني إنت بتحارب ناس قاعدة يعني مش ناك مشي تبتكلمهم إنت ناشى الله عليك أنا متابع كل حكتك الله أكبر عليك ربنا يوفقك وإنك كلها بتحبك وأنا أقل الناس اللي بتحبك حبيب ده شرف لي مكلمتك ومداخلتك كتر خيرك سيدة المستشار بس ده بنقول حبه للناس كده يا سيدة المستشار إنه عنده انتماء لأهل بلده حبه لأهل بلده هو بيحب البلد جدا ده حاجة جميلة وده إحنا عايزين ده falando ما ح lengthy نجربنه احنا جربنا احنا عايزين نجرب بقا د مشيء عايزين بص task عايزين بص بص نحن نقول عليهم القوة النعمة الفنانين دول القوة النعمة عايزين نجربهم بقا أيوة بس إحنا جربنا ناس محنقول ذا مخرجين وأرف ناحن لجرب belief ناس فنانين ناس محترمة البنت يبناء والحب الناس حب الناس ليه فده بكرة لما بس ربنا يوفقه يا رب ويخش في المجال بتاعه ده مليون المية حينجح لأنه هو اعتماد شخصيته شخصيته كبرة كبرة على حب الناس لما بالك لو اشتغل بقى لمساعدة الناس وخصوصا انه ملوش اي منفع ده جميل بقى اللي بيحب لله تعالى ده بيحب الوطن لله تعالى ده ملوش اي منفعها ده دم يعني ما بياخدش اي منفع فبالتالي حيجي لله فبالتالي الناس كلها وهينجح ابراهيم عبدالقادر حدا حاجة جميلة يمكن انه بالزمن الجميل بس يعني ربنا يخلي معليك شاكل جدا والله قلت اللي كان نفسه قوله باستفادة قلته في اجازة جميلة والله العظيم ده لابراهيم عبدالقادر والكل واحد زي ابراهيم عبدالقادر مش ابراهيم عبدالقادر اسمن وعشان هنعرفه. والله ده حقيقة ابراهيم عبدالأسي. ده حقيقته. اللي هو ممكن ما يعرفهاش يعني هو بيسعى هو مش عارف. الناس بتحبه ديه. كل حاجة منفعة دلوقتي. فعلا. ده عنده طاقص راضية. ده عنده محل. ده عنده كافية. ايوة. ده عنده مش عارف ايه في البحر. انت ما عندك شيحة خالص. بس عنده حب الناس. بس يقول. ما هو بيقولك حضرتك بيقولك اللي هو ال اغنى واحد اللي هو ايه بقى عنده ومن كل بلد صاحب. فهو ما شاء الله اهل البلد كلها بتحبوه. الحمد لله. وانا بحبوهم والله يا سياتم الشهر اكسم بالله. احنا. احنا شاكري لمدخلة حضرتك مع المستشار. وشرفتنا ونورتنا في برنامج نعيشة بسعادة. اه. كنا بتكلم عن مشروع سهل بتينا. حب الناس لحضرتك ده هو فعلا. نعم معندا ربنا. انا يعني مابش حادي بتكلم عن المشروع ده و اه و ناس اه اتعذبت اه داخلين على سنتين ثلاثة و و يعني استلفهم عشان يسدوا لو كان اه حد اخد كاردة او اخد عاملوا كل حاجة يعني. فاعتقد اه لا حقهم. اه. وبعدين دي هديت الرئيس تروح ازاي. لا لا طبعا لا لا. هي هديت اي حد. لا. دي هديت الرئيس. ان شاء الله. ليه شباب برسعيد. ايه. و ليه يطبق الهدية مقبولة في الاسماعيلية و مقبولة في اه سينة و مش مقبولة برسعيد. ليه? عليهم غضب ربنا مثلا. لا لا. مابش حادي تتكلم في الموضوع ده ليه. هتكمل مشور ده حب. مابش حادي تتكلم في الموضوع ده ليه. قلنا تشجيل الشباب. قلنا حقل الظهر. كما نعمل فرع زما قلنا آآ كولية تربية آآ آآ بترول وتعدين. يطلع شباب زي الفل. نعمل التعليم الفني الجميل الصناعي المواكب لآآآ الماكينات اللي شغالة في الاستثمار. تمام. ا Fasc def Mrs a and sideboard. تمام? ما يفعلش ادخل راجل يشتغل حياكا. لا في حاجات بدل وخياء يبقى نعمل يعني زي برة نعمل التعليم مواكب للبلد وما يجري فيها من مصانع بس البلد بتنتج بتنتج كذا يبقى نضرب شباب يبقى عندنا شباب في البترول شباب في الاستثمار احنا عندنا اكتر من يعني تقريبا الرقم ده اكيد مش صحيح يعني بس انا ممكن يتعدى مثلا 15 الف بيجوا بيطبسات من برة برسعيدة عشان يخشوا الاستثمار طب ما اولى بلدنا بشبابها يعني حاجات بسيطة جدا بتمنى لما يكون التطوير وتجميل مش على قطع الارزاق وده المفروض يحصل يعني شاية الرئيس لما بيقابل سيدة فاضلة انت محتاجة يقوله نشتف كشك يدقى كشك ما لقاش بقى لا لا انا بطور وبجمل ما ينفعش كشك طب نفسه بكروباس تخيالي الرئيس بيعمل ايه طب خدوا القدوة الرئيس بيقول لنا خدوا القدوة الرئيس مش بعمل كده عساني وبيعملوا لوحده الرئيس مش مقالش للمحافظين انا اللي اعمل ده لوحده لا بيقول لهم القدوة خدوا القدوة مني انا عايزين نجاهز وميلا لحضرتك بورسعيد بورسعيد او عايزينك بورسعيد يا بالي تجاهزوه يا شباب جاهزة لا بورسعيد جاهزوا بورسعيد طب جاهزة بجاهزة اخذ بالك بقيت المشاكل والله محلولة لانه في مشاكل مستديمة موجودة من 8 سنين وفيه ما يستجد بقى ما يستجد نفسنا نعالجه بروح القانون او مش بالبلدوزر اه ما تهدمش شاب ولا طموحه حتى لو مخالف حتى لو مخالف اوجود له بديل اسأله هو أخالف ليه حضرتك لفترة اللي فاتت هل قدمت اي خدمات لأهل بلدك كتير الحمد لله ويذكرها أصحابها وانا لن أستطيع انا أذكرها او حاجات فردية على مستوى الجامعات على مستوى جامعة برسايد او على مستوى التعليم والتعليم على يعني آخر حاجة أنا عملتها وبشكر سيادة المحافظ الله أعلم واخدها يعني مني وما شكرنيش مثلا أنا مش طالب شكر ولا حاجة بس طالما اقتنع بالفكرة من ابني لي أو أخ لي أنا يشرفني طبعا اه تعرف الفترة الحالية لقيت منشارات كتيرة جاية لي اه ان احنا اه يا أستاذ براهيم احنا عشان ننقل ملاف في إعدادي عشان نخش وقولها سانوي مطلوب شهادة الصحية او الشهادة الصحية اه 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 عشان تحصل عليها تتكلم الخط الساخن الساعة 8 صف عشان الخطوط ما تنشغلش يعني او يدوك معادي خمسة أيام اه خمسة أيام يجيلك رسالة تروح الواحدة الصحية جالهم رسالة اه راحوا بالبنت او الولد او الثلاث ولاد عادي انتقال يعني قول إعدادي اه ممكن حاجات فيها امراض مزمنة ممكن يكون فيها عدوى ممكن يكون فيها أي حاجة صح طب ليه احنا نضغط كل اولياء الامور باولادهم عشان شهادة الصحية طب ما نجهز مكان فصل في مدرسة معينة في حي برفقات يبقى فيه دكتور ودكتورة ممرض وممرضة معهم شهادة الصحية معهم الاختام يتكشف على الولاد بطريقة آمنة دون إشغال الخط الساخن ودون إشغال خلصة تاني المشكلة هل أنا اخترعت حاجة موضوع بسيط دي ما يتعملش معرفش فعملت فيديو بهذا الكلام حاجة تاني مطلوب دمغة مش عارش بإيه التعليمية الدمغة مش عارف إيه هيرجوبها من البصطة طبعا الدمغة بتجمع البصطة البصطة فيها إيه بقى فيها معاشات فيها اللي بيصرف مش عارف إيه فيها اللي بيعمل حوالها فيها المريض اللي بيصرف معاش فيها طب انت بتعمل زحمة ليه على مكان أصلا مزدحم ثم تخلي دفتر من وزارة المالية مثلا أو من إدارة البصطة المركز الرئيسي في برسعيد يوزع البصطة دفتر مهن تعليمية ودمغات على كل مدرسة هتتحاسب عليه يبقى أنا بروح للمدرسة بروح فاصلي معين في مدرسة معينة في حي برفؤاد باخد إشارة الصحية بروح للمدرسة بلاقي الطوابة بتاعتي ولا أنا رحت الوحدة الصحية وشغلت الناس ولا تكلمت خط الساخن ولا عملت أي حاجة فإبقى أنا يعني وبعدين يطلع المسؤولين في المحافظة قلت الإجراءات الاحترازية طب سيادة الرئيس بالله عليك سيادة الرئيس في الفترة اللي فاتت أجل كرود البنك المركزي أجل كرود وقدم ست شهور طب أصحاب الكافهات المظلومين من ساعة الأعصار اللي حصل في برسعيد ما اشتغلوش خالص والحظر كامل والحظر ما فيش شغل طب ما يطلعش قرار إعفاء من الإجار للأحياء يعني قرار محافظ يطلع يعني الناس دي ما بتشتغلش الناس دي تعبانة عندهم عمالة قاعدوا في بيوتهم يعني اللي شغل في المطعم المقفول راح قاعد في بيتهم مواجهة إيحة بقى لا مش الكافهات بس برضو التجهزات الأفراح اللي هما بيشتغلوا على الأفراح بس برضو كل دول لا أنا بكلم عن طبيعة برسعيد أنا بكلم عن طبيعة طبعا كعط الأفراح كل ما اشتغلش ماشي مودي عشان الإجارات إنما طب الإجارات بتاعت الشط ده بطول طويل عريض من أول برسعيد دي اللي سبس لغاية طريق دوميات كلها كافهات الإجارات لم تؤجل والتعامل بعجرفة عي وبقسوة دون رحمة لو طلع مش عارف عمل بلدوزر يخش طيب تخيلي في برسعيد طبعا سيد الرئيس عمل قرار جريء جدا وقوي جدا طبعا ماينفعش البنى المخالف ده بالطريقة دي والأبراج دي تطلع ويستغلوا ظروف البلد طبعا مع سيد الرئيس يهدي كل ده احنا عندنا ببرسعيد قمنا بقى ما عندناش عمرات مخالفة بس عندنا سوق الرو ده اللي جاب طرابيز وحطي تعاليها 2 كيلو سمك بيبعو وعندنا اللي عاجي طرابيزة حطي عليها تلج ويبع سمك وآخر النهار هيمشي ولي ما على جام فكروا اللي دي العشوائية وفكروا اللي دي الإزالات قموا داقلين على سوق الروضة مداخدغينوا بالبلدوزرات ولسه نشر فيديو قريب اول مبارح اول مبارح تمام هل يساح التعامل دا شغلة ايه ملافق وبيروحوا القانون كده يا جماعة عشان الجائحة تعالوا على جام والله العظيم لو سيدة المحاوز خاد عربيزي وشافوه هو داخل وكلم الرجل الطيب دا السلام عليكم ينفع كده ابن بلد دا بقى موسيقى محاوز ابن بلدنا ايوا مش جريبة عننا عارف طريقة التعامل ينفع كده يا ابو محمد الترابيزة دي والفرش دا كده انا آسف والله ما هيقرارها تاني هاتي بقى للبرسعيدة عسكري وتهجم عليه ويشدله شكر واتفرج يستنى بس اتفرج على سوق الروضة دا الوقت اكتر من اول يبقى اذا القانون وتنفيذه ببنوده المجتمل على الرحمة احسن من القانون القوي بالبلدوزر وما بيجيبش نتيجة وسوق الروضة رجع تاني اكتر من الاول نتفرج على اوني نطلع فاصل رجع نالكو تاني في البرنامج عاشها بسعادة مع فنانة الجميل سوز ابراهيم عبدالخالد عبدالقادر برضو بعلت حضرتك عايزين تقول لنا لو حضرتك متواجد في الانتخابات ايه فكرتك في برسعيد كسياحة يعني ايه اللي ممكن عندك الفكرة اللي انت تنشطها كسياحيا والله يا برسعيد اولا بطبعتها وتبغرافيتها وموقعها الاستراتيجي والملكات اللي فيها من بحر وبحيرة وقناة وتاريخ سابق وحروب وثقافة ورجالة رجالة الشط ده اولا يرحب بتداخل الدولة مع رجال الاعمال في انها تعمل وبنسب معينة وكل مستفاد الدولة صح والمستثمر والمواطن سعيد فبالتالي بما يعود بالدخل الجميل على البلد سواء التاكس اشتغل الحنطور اشتغل الكافيهات اشتغلت اه طبعا مهرجان علامي للموسيقى احنا عندنا السمسمية وتراث كبير ليه ما نعملش مهرجان للسمسمية والآلات اللي هي في آلات في العالم احنا عندنا السمسمية في ناس عندها الكسارة مش عارفين في اليونان في ناوية جتار باكتاف مش عارف في ثلاث اوتار والموسيقى الاقاعية عندنا اقاعات احنا نجيب الاقاعات بتاعة العالم ونعمل مهرجان في كل الجنين المفتوحة اللي عملها السادت المحافظ فالجنينة دي تبقى فيها كذا فما تيجي نتكلم بقى كعلاقات عامة او او قائمين على المحافظة او شركات سياحة لما تيجي تكلم شركات سياحة في مصر او شركات السياحة العالمية ايه مركز الجزم للبورسعيد دي احنا عندنا متحف وعندنا تمسال دي لسيبس رجع لمكان وعندنا متحف يحكي تاريخ بورسعيد وعندنا وعندنا ومدينة اخوت ومهرجان عالمي وانكذا النساء جيلك الى جانب ان احنا نحط منشآت فندقية في المتناول في المتناول المتوسط والضعيف وعندنا قتلات كبيرة يبقى في خليد كبير احنا حلاقيتنا انتهت وقتنا عدد معك بصراحة وانا وانا بشكرك جدا وحضرتك انا سعيدة بوجودك معي في برنامج عيشها بسعيدة انا لكنت سعيد والله انا لكنت سعيد وان شاء الله بإذن الله هيكون لنا لقاء مع حضرتك في حاماتك الانتخابية ان شاء الله ده شرف لي ده شرف لي وان شاء الله برضو هنحتفل معك بنجاحك في الانتخابية وانا بقول لكل برسعيدي انا داخل اخدمك لانك تستحق الخدمة لانك عنيت كشد وكعنيت كرجل وعنيت كسيدة عنيت هجرة وعنيت تهميش حاجات كتير اللي جاي اكتر وقبل كل حاجة ربنا معنا خليكوا على ثقة في الناس الصدقة ودعموا الصادق ونبعد عن اللعبة الانتخابية اللي وديتنا في طريق ان شاء الله ماستفدش ما فدش برسعيه تمام شرفتنا وانا وقتنا بشكري جدا بشكري جدا اعزائي المشاهدين يارب اكون اعساعدتكم انتظروا لن الحلقة الجاية حلقة جديدة من برنامج عشان سعيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته